أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتموا عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتموا إلا قليلا منكم وأنتموا معرضون قبل منخش على وقيف أخذنا مخافب برضو بساط الوقت ينسحب من تحت الأخدام عايزين هاسم أحمد في نفس الموضع اللي انت بدأت بيا محمد من عندي يا أحمد أفتا تطمعون لحد وأنتم معرضون وبعضين في الجزئية دي نعقد مقارنة كده تشاركوني نعقد مقارنة بين ورش وبين أبي جعفر يلا بقى برواية ورش ولكن هنختار وجه توسط البدل لأنه المشهور أداءا عند من يقرأ بهذه الرواية يلا يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم قالوا إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون ومنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم